السلام عليكم اشتركوا في القناة لدينا كما تعودنا دائما نبدأ حديثنا بالصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله طبعا هذا الفيديو هو يعتبر القزة الخير للتربة ذات اللون الكبدي أو التربة التي تشبه لون الشوكولاتة هذا هو القزة الخير من هذه التربة وكيف يتم العمل عليها بالتفصيل من الألف إلى إياه طبعا هذه التربة بعد عملية الطحن وبعد عملية التحميس كيف تصبح بهذا الشكل وشرحنا سابقا في الفيديوهات السابقة عن هذه التربة وكيف تصبح بعد التحميس وكيف تكون قبل التحميس وما هو الفرق بينها بين التحميس وعندما تكون غير محمصة بهذه الطريقة سنقوم الآن بإضافة المواد الصهر المطلوبة لهذه التربة وسنعرض لكم الخطوات خطوة بخطوة حتى يتسنى للمشاهد الكريم كيفية العمل عليها خطوة بخطوة وتعم الفائدة للجميع كما تشاهد عزيزي المشاهد الكريم هذه التربة وهذا 50 ملي بيكربونات السوديوم طبعا سنقوم بإضافة 100 ملي من البوركس من مادة البوركس وهذه هي مادة البوركس سنقوم بإضافة 100 ملي من مادة البوركس إلى هذه التربة طبعا شرحنا سابقا عن هذه التربة وشرحنا حوالي 2 فيديوهات عن التربة كيف تتوقف في الطبيعة وصورت لكم كيف توقف في الطبيعة بشكلها الطبيعي وكيف تصبح عندما لا زالت في الطبيعة كيف تتفتت باليد وهذا هو أيضا 100 ملي بوركس سنقوم بإضافة البوركس إلى هذه المادة إلى هذه عفوا التربة وسنقوم بخلطهم كما قلت لكم أننا عرضنا سابقا مقاطع عدة عن هذه التربة وكيف يتم العمل عليها خطوة بخطوة طبعا وهذا هو مقطع الفيديو الأخير لهذه التربة وعرض النتائج وكيفية العمل عليها بطريقة الرصاص نقوم الآن بخلط هذه التربة خلطا قيدا مع هذا المواد اللي يعتبر بوركس وبيكربوناتا السوديوم سنخلطها قيدا حتى تختلط ذرات البوركس وذرات بيكربوناتا السوديوم مع ذرات التربة حتى تصبح جاهزة عزيزي المشاهدين الكرام والمشتركين لدينا بالقناة سنقوم الآن بإضافة هذه التربة إلى بوتقة الصهر حتى يتم تجهزها والعمل عليها داخل الفورم بهذه الطريقة طبعا عند إضافة هذه المادة المخلوعة هذه العفوانة التربة التي تشبه لون الشوكولاتة أو تشبه لون البون أو التربة ذات اللون الكبدي سنقوم بملء البوتقة سيبقى قليلا من هذه التربة المخلوطة مع المواد سنقوم بإضافتها عند الصهر عندما تذوب أثناء الصهر عندما تذوب هذه ينقص أثناء الصهر ينقص في البوتقة سنقوم بإضافة المزيد من التربة إليها أثناء الصهر طبعا هذا هو الرصاص سنقوم بإضافة الرصاص كعامل مع دنقامع نضع البوتقة داخل هذا الفورم الذي يعتبر من البلوك الحراري الألماني طبعا هذا الفورم هو بغاية الروعة قمة بالروعة والعمل عليه بشكل قيد الكثير من الأخوة يعانون من نار ومن ضعف النار فالبلوك الحراري هذا يعتبر قيد جدا للعمل عليه في هذا المقال أو في الصهر سنقوم بصهر التربة صهرا جيدا حتى تصبح التربة منصهرة كالماء نقوم أيضا بتحريك المسهور حتى تتقانس ذرات المسهور أو الذرات المتواجدة ذرات المعادن مع معدن الرصاص القامع التحريك حتى نشاهد أنها أصبحت مذابة وأصبحت مثل الماء بهذا السيخ طبعا لا يؤثر السيخ هذا السيخ من الحديد لأن معدن الرصاص معدن قامع ولا يقبل ولا يقبل الحديد هو يلتقط الذهب فقط معدن الرصاص طبعا نقوم بغسقصة الفيديو لأن الفيديو طويل وعملية الصهر الطويلة البطقة كبيرة ويأخذ الكثير من الوقت لذلك حاولنا أن نجمع لكم المعلومات بمقطع فيديو صغير وتكون المعلومات مفيدة حتى لا يمن للمشاهد وتكون المعلومة مفيدة وعمل الخير للجميع بإذن الله تعالى نقوم الآن بفتح غطاء الفورم ثم نقوم بإخراج بوتقة الصهر من هذا الفورم النار قيدة والفورم أصبح محمرا أصبح أبيض مثل كوكب الشمس درجة حرارة عالية نقوم الآن إخراج البوتقة من الأفضل أن يتم إضافة نقوم الآن بإضافة المزيد من التربة إلى البوتقة لأنه أصبح المنصهر داخل البوتقة مثل الماء ويهبط يهبط إلى الأسفل أو ينقص وزنه أو ينقص كميته أثناء الصهر لذلك نقوم بالإضافة عدة مرات حتى يتشبع الرصاص بشكل قيد أو يلتقط كمية كبيرة من المعدن الثمين أثناء عملية الصهر ثم نعود البوتقة إلى داخل هذا الفرن ثم نقوم بتشغيل الفرن من جديد حتى يصبح أو تصبح التربة أو يصبح المنصهر مثل الماء طبعا تم تشغيل الفرن في البداية في الغاز وتم تشغيله لاحقا بعد أن يصبح الفرن درجة حرارته مشتعلة أو قوية نقوم بتغيير الغاز إلى والعمل على وعمل الفرن في الزيت المخلوط مع البنزين الكثير من الإخوة يسأل عن هذا الفرن الذي يعمل بالزيت هو عبارة عن خلط الزيت مع البترول أو البنزين بنسبة خمسة لتر بترول وخمسة لتر عفوا خمسة لتر زيت وثلاثة لتر بترول نقوم الآن بإخراج البوتقة ونصب المنصهر في المثلث الهرمي كيف يصبح الفرن وكيف تصبح البوتقة بهذا الشكل ينزل المنصهر إلى المثلث الهرمي وإذا عندك عينة أخرى تقوم تضعها في البوتقة وتخلطها مع موضة الصهر وتضعها في الفرن لأن الفرن أصبح دلقة حرارة عالية ويمكن أن يصهر يعني بدقائق معدودة أو بحدود أربعين دقيقة أو ثلاثين دقيقة أو خمسين دقيقة حسب قوة النار ومن الأفضل أن تقوم أن تستغل درجة الحرارة ما داما الفرن أصبح بهذه الحرارة العالية طبعا سننتظر ما وجده في المثلث الهرمي أو التربة التي تحمل اللون ذات ذات اللون الكبدين حتى تبرد في هذا المثلث ثم نقوم بإخراجها من المثلث سيخرج لنا الآن على شكل خبث الكثير من الخبث موجود فيها ويبقى لدينا الرصاص في قاع المثلث الهرمي بهذا الشكل طبعا هذا هو الرصاص الذي بقي في المثلث طبعا هذا الرصاص الذي تم وضعه في البداية كيف أصبح في قاع المثلث الهرمي بهذا الشكل طبعا أصبح هذا الرصاص محمل بالكثير من ذرات المعدن الثمين التي توجد في هذه التربة وبقي البقية على شكل الخبث خبث المواد وخبث التربة والمعدن الأخرى التي لم يلتقطها هذا المعدن الجامع الذي هو الرصاص طبعا نقوم الآن بوضع هذا الرصاص الذي تم إخراجه من المثلث الهرمي نقوم بوضعه في فرن التبخير فرن التبخير الرصاص أو في منظومة التبخير الرصاص شرحت لكم سابقا عن هذه المنظومة وكيفية العمل عليها خطوة بخطوة وبالتفصيل وكيفية تم خلط العظم والإسمنت وكيفية تم الطاحن محرقه جيدا حتى يتم العمل بالخطوات الصحيحة وبالشكل الصحيح وكمان في طريقة أخرى للعمل بالرصاص سأعرضها لكم طبعا تعتبر طريقة سهلة جدا للعمل بالرصاص سأردها لكم في فيديوهات قادمة بإذن الله طبعا هذا هو الرصاص بدأنا بالتشغيل المنظومة وبدأنا بالتبخير كيف تصبح يذاب هذا المعدل الرصاص أثناء التبخير ولازم الحذر من هذا الرصاص لازم العمل بمنطقة مفتوحة أو بمكان مفتوح لا يقب عليكم العمل في مكان مغلق خاصة في الشغل برصاص أو بطريقة العمل المعدل جامع الرصاص تنقص هذا المعدل الرصاص تنقص كل شيء ينقص طبعا لازم نقوم بإجراء عملية إطفاء الغاز تقوم بإطفاء مفتاح الغاز وتدع الهواء يشتغل حتى يتبخر دخان الرصاص تكرر هذه العملية عدة مرات حتى تلاحظ أن الرصاص انتهي وبعد العملية بعدما تتم عملية التبخير حتى النهاية هكذا تكون هي النتائج هذه هي النتيقة نتيقة التبخير الرصاص ونتيقة العمل على هذه التربة التي تحمل اللون الكبري أو ذات اللون البني أو التي تحمل لون الشوكولاتة هذه هي نتائج وهذا ما خرج من هذه التربة العمل سهل جدا والطريقة سهلة وتحتاج إلى الخطوات صحيحة والعمل بطريقة صحيحة والطريقة جيدة والنار مهمة جدا مهمة جدا جدا بالعمل عليها أثناء الصهر حتى تصل إلى نتيجة وطريقة التبخير بطريقة جيدة وعمل منظومة بطريقة صحيحة وبالشكل الصحيح وفي الأخير لا يسعوني إلا أن أقول لكم كما بدأت أستبدعكم الله وإلى فيديو قادم بإذن الله وإلى اللقاء واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه طيبنا الطهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر